موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا طلاب صف البكالوريا في مادة التربية الإسلامية من بحث أو من بحوث العقيدة الإسلامية مقاومات الحضارة الإنسانية في الإسلام كنا قد تحدثنا سابقا أن الإسلام أتى بمنهج متكامل شامل لحياة فضلة يضمن سعادة الإنسان اليوم نتحدث عن مقاومات الحضارة الإنسانية في الإسلام أول هذه المقاومات عند أهل الفكر الإسلامي العقيدة وعندما نتحدث عن العقيدة لابد أن نتحدث عن أركان الإيمان الإيمان بالله تعالى الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب والرسل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقضاء والقدر ما صرت ذلك في بناء الحضارة وكيف يستمد المسلمون من إيمانهم بالله سبحانه وتعالى مقومات تدفعهم لبناء الحضارة أولا الإيمان بالله تعالى عندما ينظر الإنسان في هذا الكون فيعمل عقله الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به وقد أكرم الإسلام العقل لأنه أداة التفكير لأنه الوسيلة التي يعرف بها الإنسان ربه لأنه الوسيلة التي يعمر بها الإنسان هذه الدنيا فعند ينطلق الإنسان من هذه النعمة التي خوله الله إياها وفضله وميزه بها عن غيره فينطلق في بناء حضارته وعندما نتحدث عن الإيمان بالملائكة يعلم المؤمن أن من صفات الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فيحاول المسلم أن يقتدي بهم وأن يقتفي أثرهم في هذه النقطة في هذه الخصيصة فلا يخالف أمر الله ولا يترك يعني ولا يقترب من نهي الله سبحانه وتعالى فلذلك هذا الإنسان المسلم عندما يلتزم هذا المنهج يصبح إنسانا نافعا لنفسه ومن حوله فيسهم عند ذلك في بناء الحضارة فيكون الإيمان بالملائكة له دور في بناء حضارة نافعة رافعة الإيمان بالكتب والرسل عندما ينظر الإنسان في هذه الدنيا وكيف خلقه الله فيها وأنه لم يتركه في هذه الدنيا يتخبط خط عشواء قال له جنة ونار اتجه إلى الجنة وأغضب عليك وأجعلك في النار إن سلكت مسلكا غير صحيح لا يتركه ربنا هكذا وإنما أرسل رسل ومعهم كتب سماوية من آمن بهؤلاء الرسل وأخذ ما في كتبهم واتبعهم واقتفى آثارهم هذا إنسان يسعد في الدنيا والآخرة هذا إنسان يبني ويؤسس كما بنى الرسل والأنبياء ألم يعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أسرة الأنبياء الواحدة أنها كرجل بنى بيتا فأوضع لبنات فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللبنة الآخرة وهو خاتم الرسل والأنبياء إذن رسائل الرسل الأنبياء تكاملت في إيصالي وفي خدمة الحضارة الإنسانية الإمام باليوم الآخر قد ينظر الإنسان في هذه الدنيا يعمل فلان يجد في بناء وطني في بناء جيل كمعلم في خدمة الناس كطبيب أو كموظف أو كمسؤول ولكن لا ثنى وراتب رمز جدا جدا ولكنه عندما يعلم أن هناك يوما آخر أن العقل يفكر أنه لا بد من يوم يقف فيه الظالم والمظلوم المظلوم يأخذ نصيبه ويأخذ ويحاسبه الله ويعوضه عن ظلامته الظالم يقتص الله سبحانه وتعالى منه لذلك المؤمن يؤمن باليوم الآخر وهذه ضرورة تقتضيها العقول السليمة والفطر السديدة لذلك الإيمان باليوم الآخر يدفعنا للعطاء لأننا سنحاسب في يوم عن ذرة يوم توضع الموازين القصد ولو كانت ذرة يأتي بها الله سبحانه وتعالى ويحاسب الإنسان الإيمان بالقضاء والقدر يقول إنسان يعمل ويبذل كل جهده ويقدم ما ينفع نفسه وأهل بيته ومجتمعه وناسه الذين حوله ثم يفوض الله مرأة إلى الله سبحانه وتعالى ويقول إن قدر الله النفع فبه ونعمته وإن لم يقدر فأنا أديت واجبي تجاه ديني تجاه ربي سبحانه وتعالى إذن هذه العقيدة هي المقاومة الأول من مقاومات الحضارة الإسلامية ننتقل إلى السلوك العملي للعقيدة إذن العقيدة شعور وهنا عمل العقيدة فكر وهنا تجسيد لهذا الفكر فالعقيدة هي الباطن والعبادة هي الظاهر فعندما يؤمن الإنسان بالله سبحانه وتعالى لابد أن ينطلق لعبادته وعندما نتحدث عن العبادة لابد أن نميز بين عبادة بالمعنى العام وعبادة بالمعنى الخاص العبادة بالمعنى الخاص ما يطلق عليه الشعائر لو أن رأيت إنسان يقف في هذه الهيئة أقول أصلي إنسان يرفع يديه أقول يدعو إنسان أقدم له ضيافة حلوة أو طعام أو كذا يقول يا أخي ممت أنا صائم لا يأكل هذا إنسان صائم هذه الشعائر صلاة صيام ذكر قرآن أما العبادة بالمعنى العام وهذه من جماليات وكماليات ديننا كل عمل نافع لنفسك لبيتك لزوجتك خروج الإنسان في عمله هذا عبادة لله سبحانه وتعالى والله لو أن أحدا أماط الأذى عن الطريق أنه يجعله خصلة من خصال الإيمان كل عمل نافع صالح شرط أن يبتغي به الإنسان وجه ربه سبحانه وتعالى يعني أنا لما أدخل إلى مدرسة وأعلم أبنائي أنا لما أقف في مستوصف وأداوي الناس أنا عندها أخدم هذه البشرية وأبتغي وجه الله سبحانه وتعالى فهذا الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى كل إنسان يقدم خدمة للناس يبتغي بخدمته وجه الله سبحانه وتعالى فهو مأجور وهو يعبد الله حتى لو أنك رأيت إنسان يعني يحاول أن يشغل سيارته ولا يستطيع فتساعده في ذلك فأنت في عبادة لله سبحانه وتعالى أما قال النبي تعين الرجل على دابته فهو صدق فهو عمل صالح إذن هذه العبادة بالمعنى العام والخاص طيب ما وظائف العبادة في الإسلام؟ قال وظائف العبادة تبصل الإنسان بموقعه في هذا الوجود فعندما يدرك الإنسان موقعه وعندما يعرف الإنسان لما خلقه الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون لا يقضي وقته ويقضي عمره في أمور تافهة لا يتعلم يتنور يعمل يساهم عندها في بناء الحضارة يدرك حقيقة وجوده ينطلق في بناء مجتمعه العبادة تغذي الروح والقلب العبادة تنظر إلى الإنسان على أنه مكون من قلب وروح وعقل فالإسلام يغذي كليهما فلو إنسان ملك عقلك وصخر هذا العقل في خدمة نفسه أو آثر نفسه على مجتمعه فهذا يكون في طامة هذا يضر أكثر مما ينفع أما عندما تأتي العبادة تغذي روحه تبين له أنه واحد من أسرة إنسانية أخو المسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم فعندها تأتي العبادة تغذي الروح والقلب إضافة إلى العقل الذي يفكر ويدبر فعندها الإنسان يسعى في بناء حضارته وخدمة أمته تقوية الإرادة والصبر والثبات طبعا يا أخوان بناء الحضارة يا أبن بناء الحضارة يحتاج تعترضنا معوقات وصعوبات لن تكون الطريق ممهدا ولن تكون الطريق سهلا فعبادتنا لله سبحانه وتعالى تقوي فينا الإرادة وتزيدنا عزما وإصرارا ونثبت على الحق ونتوكل على الله سبحانه وتعالى وقفنا في هذه الدقائق مع مقومين من مقومات الحضارة في الإسلام العقيدة والعبادة والعمل الصالح على أن نكمل إن شاء الله في لقاء سابق نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق وأن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة